اشتركوا في القناة المادة الأولى يستبدل بنص المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب النص الآتي تسقط العضوية عن عضو مجلس النواب إذا فقد الثقة أو الاعتبار أو أخلى بواجبات العضوية ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويكون التصويت في هذه الحالة بالمنادات على الأعضاء بأسمائهم وتبطل العضوية إذا تبين أن العضو كان فاقدا لشرط من شروطها عند الانتخاب أو أثناء عضويته بالمجلس وللجهات الرسمية في أي وقت أن تطلب من محكمة التمييز الحكم بإبطال العضوية في هذه الحالات ويترتب على حكم المحكمة بإبطال العضوية إسقاط العضوية عن العضو من تاريخ صجوره ولا أثر له على ما قام به العضو من أعمال داخل المجلس في الفترة السابقة أو ما حصل عليه من حقوق ويلقى كلنا الصينية تعارضوا مع كام هذا القانون ترجمة نانسي قنقر